من فضلك اتحرك اه فيه صعاب فيه صعاب الدنيا سودا ما فيه شغل هو ايه اللي ما فيه شغل ها دورت وما لقيتش دور تاني وثالث ورابع وفكر تعمل حاجة لوحدك ده تحدي حدد الصعاب اللي انت امامك صعب من الصعاب انا ما اقدرش على المهمة دي من حوالي سنين حوالي يمكن عشر سنين يمكن اكتر ناس قالولي هنديك فلوس مع مجموعة يعني معانا انه وديها للشباب يعني يعملوا مشاريع وكده محبناش نعمل حكاية دي كده على طول عملنا ايه اطلقنا دعوة والدعوة اللي اطلقناها قلنا جماعة الشباب اللي اللي عاوز يعمل مشروع يتقدم ويعمل دراسة جدوى ويشوف ايه حلمه ويكتب ايه الصعب وازاي حيواجهها وازاي عمل كده وحنساعدك وبعد يعني بعد انفوت لك فترة تبقى تدفع اللي انت اللي احنا ديناهولك ده كقاصات تقدم لنا عدد لا بأس به مش وحش وكان فيه لجنة بتقعد مع الناس وبعدين بني انا بيعودوا في الاخر معايا الناس يعني شفت عجب شفت ناس مقدمة مشاريع بيد مرتعشة جبان خايف معرشة حده فيه ناس سألتهم حبيب انت حطت المشروع ده بين ايد ربنا مشروع ده تقيل حطتوا بين ايد ربنا يعني انا قلت اقدم يا صابت يا خابت انت خابة لان انت ما حطتوش فانت ما خدتش قوة قلتول انا حديك الفلوس بس انا واثق انك حتفشل وحقيقي فشل ليه ما عرفش اتحدى ليه هو شاف الدنيا هو كتب كلمتين في ورقة عام شاهد دراسي جدوى انما التحدي جواني جالي اتنين ولاد يعني عندهم مشروع بدين يعملوا مكنة لطلع حاجة معينة ومتحمسين جدا وعارفين ايه الصعاب اللي حيابلوها رفضوا ياخدوا مصروف من ابوهم وقالوا لا احنا لابد نعمل حاجة شهينفع ونقعوا كده وبدوا طب اوكي يلا خدوا اشتغلوا منديهم سامح ثلاث شهور تاني شهر جابوا القصد اشتغلوا اشتغلوا ويقصدهم تحديات قوية جدا ومين جاي شلهم المكان ومين عمل ايه ويتحدوا ويحطوا الامر امام ربنا ونجحوا والمكانتين بقوا ست مكانات وخلصوا اللقصات وبقوا اسم الصليب حاجة كبيرة قوي تحدي من فضلك تحرك اه فيه صعاب فيه صعاب الدنيا سوداء ما فيه شغل هو ايه اللي ما فيه شغل ها دورته ما لقيتش دورت تاني وتالت ورابع وفكر تعمل حاجة لوحدك ده تحدي الدنيا سوداء ايه جبل يعني بني عناق عمليق في نسف وسط الازمة طلعت شغل وعملت فلوس